بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الى واصحابي اجمعين اهلا بك شباب معكم عبد الرحمن وان شاء الله النهاردة هنتعرف على مهارة جديدة مميزة جدا هتفرق معاكم كتير في حتة وتحليل البيانات ناس كتير سألت لي طيب انا لو بشتغل على برنامج وبشتغل على حتة تحليل البيانات ازاي اقدر اعرف الشهر اللي انا شغال عليه ده موجود في اناه ربعة من ارباع السنة طيب تعالوا نشوف مع بعض نقدر نعمل ده ازاي وكمان مش فكرة ان احنا هنعرف افقاني ربعة بس لا ده احنا هنستخدم الحاجة اللي هتطلع دي ونحن ندخلها في انالز او ندخلها في تحليل تعاون نشوف ازاي انا دلوقتي عندي تاريخ حطيته كده ده تاريخ مثلا النهاردة بكتب التاريخ ازاي بالاختصار مع حرف الكاف من الكيبورد لو كنترول كاف ما اشتغلش معك ممكن يكون فيه ملفات نقصة في نسخة عندك جرب كده كنترول وشفت وكاف علشان تتطمن هتلاقيه شغال معك عادي وهيبقى محتاج بس ملفات نقصة ممكن تشيل نسخة وتسطى بنسخة احدث هتكتب التاريخ بايدك او هتعمل كاف وهنيجي نسحب كده مجموعة اه التواريخ لتحت بالشكل ده عايز اعرف بقى الشهور اللي احنا حطناها دلوقتي دي موجودة في انية ربعة من ارباع السنة اولا علشان نطلع يا شباب التاريخ اللي موجود قدامنا ده نطلع رقم الشهر منه عشان نطلع رقم الشهر منه هنستخدم دلة اسمها دلة مونث هنستخدم دلة اسمها مونث هنعمل يوساوي اكول ساين بعد كده هنكتب مونث ونفتح الدلة بتاعتنا ونضغط على التاريخ هتجيب لي رقم التاريخ بالشكل ده في الشهر يعني ده الشهر ده شهر ستة لما يجي اسحب لتحت زي كده لغاية لما انزل على الباقي يلاقي كل ايه جنب كل تاريخ الشهر الخاص به طيب جميل اه من الحاجات اللي احنا طلعناها دلوقتي دي وقت ازاي هنعرف ده في الربع فانية ربعة من ارباع السنة هنعمل يوساوي هنستخدم يا شباب اه اول حاجة تفكرنا طبعا علشان اطلع ان الشهر ده موجود في انية ربعة من اربعة السنة هاخد الشهر نفسه واقسمه على تلاتة احنا عارفين طبعا ان كل ربعة سنة تلات شهور كل ربعة سنة تلات شهور ربعة الاولاني واحد واتنين وتلاتة شهر يناير وفبراير ومارس دول تلات شهور الربع التاني ابريل مايو يونيو ماشي الربع التالت يوليو اغسطس وسبتمبر الربع الرابع اكتوبر ونوفمبر وديسمبر خراص طيب هنضغط انتر وهقول لكم دلوقتي ايه الفكرة من اننا بنقسم رقم الشهر على تلاتة بنقسم رقم الشهر على تلاتة علشان نطلع نسبة معينة هنستخدم معها ده اللي ممتازة في الاكسل يمكن لأول مرة بتستخدموها او تعرفوا اه بتستخدم في ايه اه دي يا جماعة مكتوب هو طيب ده ماشي ايه مكتوب في الربع التاني طيب في عندي اه شهور اتنين وتلاتة من عشرة في عندي شهور اتنين وستة من عشرة في الربع التاني بس اتنين وستة من عشرة وفي عندي شهور دخلت في الربع التالت انا عايز اقرب الشهور اللي موجودة دي او عايز اقرب الارقام اللي موجودة دي لاقرب رقم صحيح. فدلوقتي يا شباب زي ما شوفنا كده الارقام اللي طلعت دي يعني دلوقتي عندي هنا اسمت على تلاتة. اسمت الشهر على تلاتة. ليه اسمت على تلاتة زي ما قلنا? اسمنا على تلاتة علشان الربع تلات شهور. طيب اه الاربع بقى اللي موجودة يعني الشهر الست ده في الربع التاني. شهر سبعة في الربع التاني. بس موجود جانبه كسر. انا مش عاوز الكسر ده عايز اشيله. طيب. فعاوز اقرب لقرب رقم صحيح. اقرب لقرب رقم صحيح من الداتة اللي قدام دي. فبستخدم دلة جميع 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 اللي جدا في الاكسل اسمها دلت ايه? دلت سيلنج. ايه. بجعمل يساوي. بعد كده اكتب سيلنج. بفتح الدلة. بتتكون من حاجتين نمبر ويه حاجة اسمها طيب النمبر بروح دايس على الرقم نفسه. طيب في في بنكتب ايه? بنكتب واحد. بعد كده هندوس انت. تمام? بنكتب واحد ليه? علشان يقرب لي لقرب رقم صحيح. بعد كده بسحب لتحت. هلاقيه شلي كل الكسور اللي حضراتكم شايفينها دي. اهو. قال لي ان ايه? كل شهر من الشهور دي موجود في انا ربع. شهر ستة في الربع التاني. شهر سبعة في الربع التالت. طالما ظهر كسر هو بيقرب على طول ايه? للرقم الصحيح اللي فوق اللي فوق منه. تمام? ادي شهر تمانية في الربع التالت. شهر تسعة. في الربع التالت. شهر عشرة في الربع الرابع وهكزا. فزي ما حضراتكم شايفين كده اهو. كل حاجة زبطالنا وشلنا الكسور اللي ما لهاش لازم. طب انا عايز احط بقى مع الرقم بتاع ربع السنة يعني ده الربع التاني عايز احط جنبه كلمة كيو لها ترمز لايه لكوارتر. الربع يعني. هنلزقها في الرقم ازاي? هنجي هنا بعد اليوساوي وهنعمل ايه? ما بين شفت وطه شفت وطه كيو شفت وطه تاني. بعد كده هقول له ايه? اقول له بعمل ازاي بشفت ورقم سبعة من الارقام اللي بالعرض. بعد كده هناخد مسافة عشان يبقى في فاصل ما بين كيو وما بين الرقم. سبيس بادوس على المسطرة. بعد كده بعد كده تاني. بعد كده بعمل وبضغط اهو هتلاقي كتاب لكم كيو سري وكيو بشكل جميل جدا. انا قدر استخدم انا العمود ده في التحليل زي ما انا عايز. مش عايز المسافة اللي ما بين كيو الرقم بتيجي تشيل من هنا الايه? اه اللي انت عملته في حتة بالشكل ده. وتضغط هتلاقي الحرف لازق في الرقم على طول. نفس الفكرة برضو بتعمل في اللي هي في نص السنة. بنيجي نعمل برضو يساوي. اه الرقم بتاع الشهر اللي احنا طلعناه بالمانف. هنقسمه على كام مرة دي? مرة دي هتمام برافو هنقسمه على ستة. لان احنا عارفين ان السنة نصين والنص ستة شهور. طيب الفرماد دلوقتي بتاع الخالية دي كان فيه وقت فانا هغير الفرماد تخليه يزهر نمبر. ده الرقم اهو. ده في النص الاولاني. ويه تحت برضو نفس الفكرة نفضل نسحب. طبعا هنا شباب فيه كسور متقربة فاحنا ممكن نغيرها. يعني بصوا كده. احنا واقع سابنا على ستة وكل حاجة. بس الناس هتستغرب هتقول لي طب ازاي هو عامل هنا اه شهر مسلا سبعة في النص الاولاني. لاحز معايا انه الكسور اللي موجودة هنا متقربة. فيه كسوره ظهر احنا عشان نظهرها بندوس على العلامة دي. ليه علامة بصوا بتدت تظهر اهيه. الارقام مع اه الكسور بتاعتها. فعلشان نشيلي الكلام ده هنستخدم دلة زي ما قلنا. نجي نعمل كده على ده. واستجنف سنت بتاعنا برضو هيبقى واحد ونضغط انتر. وده في النص الاولاني من السنة شهر ستة. اول لما هننزل بقى تحت سبعة وتمانية وتسعة وعشر واحداشر واتناشر دور كلهم في النص التاني. او اول لما جينا عن دشارة سبعة. وطلاء مدلة السيل انجشافة كسر. وبتقوم مقربها ليه الرقم الصحيح الاعلى. عشان كده يقول لك ان ده في النص الايه التاني من السنة. طيب. اه الهاو فيير برضو ده حرف الاتش نفس الفكرة. هنيجي هنا هنعمل شفت وطه. اتش. شفت وطه تاني. شفت ورقم سبعة من الارقام اللي بالعرض. شفت وطه سبيس شفت وطه. بعد كده هنعمل اند بشفت وسبعة وندوس انتر ده في النص الاولاني ودول في النص التاني. وتقدر تستخدم العمود ده. في اي اناليسز وفي اي حاجة انت عاوز تشتغل عليه. اه كل حاجة ليها طريقة في الاكسل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب. كمان لو في عندك ايه اسئلة ممكن تكتب لنا في الكمنت. ان شاء الله نشوفكم في مهارات اخرى رائعة ومميزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.